اهلا وسهلا فيكم من الجديد وفي أولى محطاتنا فائد ما لديكم فائد ما في منازلكم قد يكون حاجة للعديد من المنازل حملة فائد ما لديكم بتواصل جهودها لتغطي كافة احتياجات الأسر أو قدر المستطاع للأسر الأقل حظا أو المستورة معنا اليوم الحديث أكثر عن هذا الموضوع رئيس الجمعية أستاذ خالد حنتولي بنرحل فيك من داخل الستوديو أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وصباح الخير كيف أصبحت؟ الحمد لله عادي تحمست وكان عندك طاقة تطلع الصبح من البيتك والجتمع يعني الحمد لله لما بتحس في العطاء اللي بتقدمي بيكون عندك كمان نشاط زيادة انك تظلك تكملي وهذا الحك هو بيعطي طاقة داخلية ممكن ما يحسش فيها أي حدا لأنه لما بتكون انت بتعطي وبتحس بالفرحة لما بتعطي لحدا محتاج بيعطيك أمل انك تكون تشتري الـ 24 ساعة يعطيك العافية يعطيكم كلكم العافية هاي أكيد محفزات كمان واحد بيحاول دايما يبحث عنها نبدأ يعني من هذا الحديث عن المنخفض الأخير كيف كان نشاطكم؟ قديش فيه تفاعل من الناس اللي تتواصلوا معها لتسدوا حاجة والناس اللي كمان تتواصل معكم لكما تقدم هذا الدعم يعني أنا بديش أرتبط في أحداث المنخفض والمنخفض احنا فقد ما لديكم نشتغل كل السنة بدون توقف في الشتاء بنوزع الصوبات وفي الصيف بنوزع المراوح بس في الفترة الأخيرة لأنه احنا بإطلاءنا على كثير من الأسر وعارفين شو احتياجاتها احنا نشطنا انه نوفر الحرامات الطرود الغذائية والصوبات للأسر المحتاجة وطبعا نعرف كثير من الأسر هي بتعتمد أنه أولادها بيطلعوا لهم حديد ويبيعوه عشان يقدروا يوفروا القبز وبفضل الشتاء هم ما عندهم هذه الإمكانيات وما فيش لهم أي داخل فحنا حاولنا أنه نوفر التموين عشان أطفال الأسر المسطورة والمحتاجين يستمتعوا بالثلج زيهم زي باك الأطفال العاديين اللي هو بروح بتحواج وبيشتريه وبيحب يقضي الفترة الثلج مع عائلته في انبساط ودفع مش فردانين وما عندهم مش إشي يأكلوا يعني تقريبا في الفترة من هذا الشتب أنك أنت قلت أنه من بداية الشتب تبدو لا قديش عدد من العائلات وصلتوا في أي أماكن منحكي عمض محسورين في منطقة جغرافية محددة أو في مدن ومحافظات متنوعا يعني أنا بصراحة ما عندي قديش عالي لك عدد لأنه بصراحة إحنا يعني المساعدات اللي بنوصلها يعني أنا ما عندي تسجيل ما بحبش أسجل عشان أنا في الأخير أنا بروح بشتل على الاحتياجات إحنا قدمنا في كل المحافظات في جنين مبارح كان عنا في قلقيلي حرامات وصوبات وأدوية ومواتموينية بعثنا للكدس مرطين وللخليل ومنستنى حدا يجي يأخذ لبيت لحم صحيح أنا بشتغل أو وجودي في داخل محافظة راملا والبيري بس أنا بساعد الأسر وينما هي محتاجي في كل المحافظات مش بس في مكان سكني أو مكان الموجود يعني إذا بنا نحكي بس عن مبارح إحنا على الأقل مطلعين 45 طرد غذائي وغير الحرامات والصوبات اللي توزعت مش عنا كهرباء أنا بحكي عن الجزء اللي أنا كنت فيه في قلقيلي كان عنا توزيع وفي محافظات تانية فيه ناس هم مهتمين في حملتنا ويتبعوا معنا ومأمنين في رسالتنا فصفينا هم بدوروا على الأسر إحنا بنجهزهم بطرد غذائية وحرامات وهم بوزعوا في المحافظات التانية عشان يكون الخير عامم في كل المحافظات إن شاء الله دائما هل يعني كل عائلة بتواصل معكم بتم التأكد أو إيصال المواد لإلهم أو في هناك تواصل مباشر مع العائلات يعني الأقل حظا هم اللي باخدوا فرصة أعلى أو كيف بتم التوزيع يعني أقول لك إحنا مركزين في جهدنا وشغلنا على الأسر المسطورة الأسر المسطورة هم الذين يحسبهم الجاه الأغنياء من التعفف يعني هذه الأسر هي ما بتروح لا لزكاة ولا لشؤون ولا بتروح تسأل حدا إحنا بنعتمد على البحث عن الأسر المسطورة بشكل كبير يعني أنا بدور على هذه الأسر فيه ناس بتتواصل معنا سواء الصفحة فيه ناس بصلنا لثقان هيتبلغنا عن حالها سواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة فإحنا بنشتغل على الأسر المسطورة وبنزورها وبنقدم في بيتها إحنا ما بنطلبش من حدا يجي يأخذ من عندنا من البيت الترود الغذائي أو الحرامات إحنا بنوصل لكل الأسر في بيتها يعني من 1-7-2013 لغاية الآن يعني ما طلبنا من حدا يجينا إحنا دائما لأنه بنعرف هذا الأسر هي أصلا في كثير مرات ما حاش تكلفت إنه تطلع فبتيجي تقولي لها إنه تعالي عشان تأخذوا لما يأخذ بالديد تكفل مواصلات زيادة فإحنا الأسر هي بناخذ من الناس غالبا من بيوتهم اللي بتتقدم وكل الأسر المسطورة بنوصلها لبيتها ما بنقولها تعالي على موقع أو على البيت عندي على أساس يأخذوا إحنا اللي علمك من 1-7-2013 لغاية الآن إحنا بنشتغل الحملة من بيتنا سواء كنا بنحكي عن فاظ ما لديكم الحملة أو الجمعية بنشتغلها كمان بتنفس الطاكم أنا وزوجتي وولادي بنعتمد على ناس معنا مأمنين في رسالتنا في محافظات تانية بيبحثوا عن أسر وبنساعدهم وهذا الحكي هو اللي بخلينا إنه يعني الحالات اللي عندنا هي مش حالات حدا بيجي بيطلبلك أنا محتاج فبديك تعمل عنه بحث اجتماع لأ إحنا بنروح بنشوف الكصص وبنشوف الواقع وبنساعد بشكل مباشر برغة الله فيكم يعني وسؤالي عن هذا الجزئية هلأ إذا في ناس عم بتشوفنا في بيوتها فهي بتشعر إنه ممكن بتقيس على الحي اللي بتعيش فيه أو المجتمع بتقول يمكن في عيلي أو عيلتين كم من العائلات فعلاً اللي بتحتاج قديش بالفترة الأخيرة شفتوا عائلات اللي فعلاً كان فيه تقصير بحقهم من الجهات الرسمية أو حتى فيه أوضاع صعبة هو احنا عنا دائماً لما حدا بيتواصل معنا بتخيل إنه هذه الكصة اللي عنده هي الأسوأ بس حدا بيتابع صفحتنا بيشوف الكصص الحقيقية اللي احنا وصلناها هو فيه محتاج وفيه أحوج يعني فيه ناس محتاجي يمكن يكون الأب موجود وهذا الحكي هو جزء من رسالتنا للناس إنه إحنا لما بتوصلنا الحالي فيه ناس محتاجين بقول لك إنه أنا صار لفترة باش تغلش وبيدي تمر والتمونية فمن كلهم مع الناش مشكلة يعني منت ضمن الناس اللي ممكن تواصل معهم بس فيه ناس أحوج فيه ناس ما عندها أنا عندي كثير أسر مسنين ما عندهمش حدا بتواصل معهم هم لا عندهم زكاة ولا عندهم شؤون على فكرة وعندي أسر مستورة ما عندهاش أي دخل فدائماً أنا لما بكون عندي عشرة طرود غذائية أنا بدور على الأحوج بالنسبة لهم القصص اللي بتوصلنا كثير وخاصة إحنا يعني في الفترة الأخيرة إحنا أنا بالثلجة السنة الماضية اشتغلت بدون طبعاً أي إعلان للقصة إنه فيه أسر اللي كانت بتملك ثمن الغاز كانت تتصل في الدفاع المدني يبدو لهم جارة الغاز أو يجيبوا لهم الطرد الغذائي أو الحليب للأطفال أنا كنت متواصل مع كثير من الأسر اللي ما معحى ثمن جارة الغاز وما معحى ثمن الخبز وما معحى ثمن الحليب لأطفالهم فكنا أنا بشكل شخصي بطلع وبشتري وبشوف شو احتياجاتهم هذا كانت في الثلجة السنة الماضية السنة وطبعاً بعضنا كانت عطفة المحافظة اللي هي الرئيس الفخري لجمعيتنا فالدكتورة ليلى لما تناقشنا معها إنه عندنا استعداد إحنا أي أسرة أي أسرة لا تملك ثمن تعبي غاز أو تشحن كهرباء أو تحتاج كاز أو بدها حرامات أو مواد تنميني لأطفالها إذا محتاجه هي لا تملك الثمن فوائد ما لديكم جاهز إنها توفر احتياجها لأنه إحنا لن نسمح لأطفالنا وللأطفال المحتاجين إنهم يكونوا في هذا البرد أو في هذا الجو بردانين أو جوعانين أستاذ خالد يعني في التغيير كمان يعني بدت الحملة ومنذكر كمان كنتم معنا بالستوديو قبل يعني ثلاث سنوات من بداية الحملة حتى من اسمها فائد ما لديكم بمعنى العائلة اللي عندها شيء فائد هي بتقدمه لعائلة أخرى وهو شيء يستحق إنه كمان يتم تبادله مع عائلة أخرى ولكن واضح إنه فيه كمان عم بيصير فيه يعني واضح إنه بناء على الحاجة أو على العمل ولكن أنتو عم بت زي ما ذكرت عم بتعتمدوا مثلا على الحرامات عصبات فبالتالي الناس يعني كيف عم تتفاعل معكم يعني العائلة اللي ممكن تتقدم شيء هل تقدر تقدم أي شيء بتهياه ولا أنتو كمان ستتوجهوا الناس إش ممكن يكون هلا إحنا إحنا إسمنا بصائح فقد ما لديكم بس أنا بأعتقد لازم نغير الأجود ما لديكم لأنه في العطاء اللي صارنا نشوفه من الناس يعني والغالب هو بقدم أفضل ما عنده لما بيعرف إنه في أسر هي بحتاجي فبتلكي بقدم من بيته مش اللي بزيد عنده وطبعا إحنا عنا يعني بنحاول نرسخ ثقافة التقديم شو بعنا تقدم أنا بقدم الاشي اللي هو بدي يكون بشكل جيد يستفيد من الناس المحتاجين بس هذا أصدر سادكم تستقبلوا هذا الأمور وما أنتو عم بتتوجهوا في أي اتجاه إحنا يعني إحنا أي شي بزيد عنده الأسر ممكن استغنى عنه عنا أسر كثير محتاجين له نحن نحكي عن الملابس طبعا وأكيد لازم تكون بشكل جيد لأنه للأسف في ناس ثقافتها إنه بتعطي إشي مش جيد وإحنا نتمنى إنه مش رح نعمم إنه اللي بعطوه الملابس الغير جيدة على الكل بس غالب الحمد لله بيعطونا بإشي حتى ما كوي مغسول العفش المنزلي يعني أدوات المنزلية الأدوات الكهربائية فأضمان لديكم إحنا صحيح بلشنا بفكرة إنه ما يزيد من الطعام لما بلشنا في رمضان بالألفين وترتاش بواح سبعين وترتاش كنا بنحكي اللي بزيد من الطعام عندك إحنا دلنا استعداد إنه نيجي نأخذه في سيارتنا ونجيب الأواني اللي بتنحط فيه ونودي للأسرة المسطورة في بيتها لهذه كانت البداية إحنا اليوم الحمد لله وصلنا لتوفير احتياجات للأسرة كاملة أكثر من 285 كرسي منهن 15 كهرباء وشلل وسبورت وزعت من خلال حملتنا سيما بعد 18 سنة على الكرسي المتحرك 18 سنة هي على الكرسي المتحرك ووفرنا لها جهاز ومشات أكثر من 30 بيت لغاية الآن إحنا بنعملهم صياني علاجات إحنا عنا الإشي اللي بنفخر فيه لأنه ندخلنا لبيوت كثيري ورقنا إنه في أسر وعندهم أطفال وهذا الأطفال ما عندهاش إشي تاكلوا لفي البيت فش إشي يأكلوا فإحنا عملنا الخبز مجانة لمن الملك ثمنه 22 سبر ماركت في رحم الله 2 في الكتس و1 في أريحة أي شخص ما عوش ثمن الخبز بيقدر روح على السبر ماركت ويأخذه بدون ما يدفع ثمنه عشان إحنا نقول ما مش راح ينام عنا طفل أو مسن أو أسرة فلسطينية جوعاني لأنه إحنا بنتطلع إنه الأطفال أو الأطفال هم الجيلة بالمستقبل اللي إحنا بدنا نبني فيه فلسطين ولازم يكونوا عاشين حياة كريمة أستاذ خلد تغيير الحملة إلى جمعية شو أضاف بالنسبة لإلها هل هذا رح يغير منهجية العمل أو بيغير كمان كيف أنتوا بتفكروا في التعاطي مع الداعم أو المستقبل لهذا الدعم وليش صارت جمعية يعني هلأ ممكن نسأل إنه لو ضلت حملة بجمالها وبمبادرتها وبعفويتها وهذا سؤال مشروع يعني إحنا حتى لما رحنا للجمعية كمان عندنا رسالة جديدة نكمل رسالتنا الأولى إنه أنت كأسرة وكفلسطيني بتقدر تساعد الناس اللي حواليك إحنا الجمعية بصراحة يزاد الضغط علينا أكثر من لازمنا بنشتغل بنفس الطريقة القديمة إنه أنا وزوجتي ولادي في بيتنا إحنا أي شي بيجي للجمعية أي مبلغ يقدم للجمعية هو مش من حقنا إنه نأخذ في مكر ونركب في تليفون وندفع إنترنت إحنا كل الإشي بيجي للجمعية في حساباتها فكلياته هو بيطلع للأسر المسطورة طيب ليش صرته جمعية إش الفائدة أو إش الإش الميزة هو تتويج لشغلنا ما أساسي لشغلنا لأنه أنا مش رح تصفي بس خالد الحنتولي وأسرته اللي ممكن تشتغل زايدهم إحنا وزعنا نشاطنا أنا لما بدي لما بصلت لأسر في الشي عندهم في الشي في البيت شبابيك في الشي في البيت بلاط في الشي حمام ما بقدر كحملة أروح أصلح في مبلغي كبير من خلال الجمعية أنا بقدر هلا أقدر أصلح وهذا الحكي اللي أعطانا قوة أكثر إنه صرنا ندخل في قصص أكثر إحنا في فائض ما لديكم أجود ما لديكم إحنا لما شفنا كداش الناس هي بتحبي تعطي ولما شفنا كداش في أسر محتاجي في أسر هي أدنى الشغلات اللي إحنا موجودة في بيتنا وفي حياتنا هي مش قادر توفرها أنا لما بلقى حدا بيطلع من بيتوني لرام الله وبيرجع مشي عشان يوفر ست شاكل عشان يشتري أربعين رغيف خبز بارد أول مرة أنا في الثلاثة السنين بعرف إنه في مخابز بتبيع الخبز البارد بنص السعر فهو عشان يوفر الأكل لأولاده فهو بيطلع ماشي بيرجع ماشي حتى في الصيف وفي الشتاء فأنا كجمعية لما حدا بيجي بقول لي إنه هاي مبلغ عشان أسر مصطورة مش من حقي أروح أستأجر في مكر أو أجل في موظف أو أشتري في خدمة هذا مفهوم هذا جيد ولكن شو الإضافة إنه كنت جمعية برأيك إنه هذا تتويج لعملنا مأساس لعملنا استمراري لعملنا عشان ما تصفيش فأذ ما لديكم هي خالد حنتول وأسرته أو حسب الطاقة أو حسب الطاقة أنا موظف منه دوم الساعة ثلاثة يعني أنا هلا جايك من شغلة عشان عملك أورد أرجع يعني ما عندي إمكانية أنا باستخدم سيارتي الخاصة بيتي تليفوناتي كل التواصل هو من خلال هنا مع جمعية أو بدون جمعية لأنه إحنا بنأمن في الرسالة إنه في إنسانية في ناس محتاجين في ناس حب تقدم في أسر مصطورة فلو كانت جمعية أو لو كانت جهد شخصي هي في النهاية إحنا عندنا الرسالة اللي نقدر إحنا نوصل فيها إنسانية بإمكان أيضا المهتمين من المشاهدين من الجمهور زيارة الحملة على صفحتهم على الفيسبوك باللغة العربية فائد ما لديكم هناك العديد من القصص اللي بإمكانكم أيضا على أرض الواقع إنكم تتعرفوا أكثر على تفاصيلها وتلتقوا في عملهم بشكل أكبر أستاذ خرب في هذا رغم إنك ذكرت إنه هذا مش مقترن بمنخفض وإحنا يعني نحكي على مدار العام إذا فيه من الجمهور بدوا يستفيد من هاي الحملة ويستثمر فيها سواء بشقين الاستفادة كالإبلاغة عن عائلة أو دعم هاي الحملة كيف بقدر يتواصل معكم وشو بتحكي لهم رسالة في النهاية تفضل إحنا رسالتنا دائما هي الإنسانية رسالتنا دائما هو إنه كل حدا فينا بيقدر يقدر يقدم ويدور على الناس اللي حواليه لأنه فيه كثير أسر محتاجي والأسر المسطورة زي ما حكينا هم يحسبهم الجهة الأغنياء من التعفف إنه أنت هو ممكن تشوفه لابس أنا فيه حدا بساعده بالبس بدلة وغرافي وبقول لي أنت بتقول له إنه هي طبيعة حياته هيك فما بيقدرش إنه بيته فيش فيه أكل ولكن هو لازم عشان يقدر يطلع على شغله بيكون في هذا الهندام فإحنا الأسر إحنا بندعي الناس كلية أنه قبل ما تتوجه إلينا في القصص اللي هي ممكن إدها تساعدها أو بدأت تولغ عنها المفروض أنه أنا أشوف أنه أنا شخصيا بقدر أساعد هذا الأسر أو بقدرش وهم يقدروا يقدموا بيش بسيط وإحنا عنا استعداد أن نكمل هذا للناس اللي بتعرف أسره مستورة إحنا اللي بنتمنى أكثر أنه إذا حدا بيعرف عن أسره مستورة أنه يبلغنا عنها لأنه أنا كخالد يعني ما عندي وقت كثير أني أظن أمشي وأدور عليها إحنا نعتمد على ناس كثير آمت في رسالتنا وقدرت وثقة وتقدر توصلنا طبعا إحنا في صفحتنا ما بننشر اسم ما بننشر وجيب ما بنعطي تفاصيل وكانت هذه مشكلة كبيرة عنا في كثير ناس يقول لك طبع عطينا التفاصيل إحنا ما يعني مرات كثيرة منتعب لنقدر نكنعهم نأخذ معاناتهم بننشرها بإبهام أنه ما نحكيش عنهم تفاصيل أي حدا تاني بقول لك أنا بدأ أقدم وكيف بدأت أكد أن نوصل أو بدأ أنا أزور الأسرة وهذا الأسر هي متعففة أصلا يعني هذه الأسر لو أنها مش مستورة هي بتنزل على الشارع تشحد أو يعني من القصص اللي ممكن تشوفيها في الوقت الطبيعة وبترو على الزكاة والشؤون فإحنا رسالتنا في الإنسانية درجة أولى كل حدا فينا بقدر يساعد تواصلنا من خلال الصفحة وإحنا بنتمد على الصفحة بشكل كبير في عنا رسالة على الصفحة أنا يعني تلفوناتي موجودة كلها الأرقام كمان أنا ما بلحك أرد عليها كلها لأنه مرات كثيرة في اجتماع أو فسوك أو جي فإحنا أي بمسجة بتوصل على الصفحة هي بتتاخذ كمعلومة وبنتواصل فيها مع الشخص بس الأهم أنه أحوج محتاج وأحوج شكرا لك وإذا كمان مهم إذا في ناس تعرف في مناطقها أو عائلات كمان بحاجة لدعا منها كمان تبلغ عنها يعطيكم ألف عافية وشكرا لك كتير ونتمنى كمان أنه فعلا هذه تسجد حاجة للعائلات الأقل حظا يعطيك ألف عافية شكرا لكم ننتقل المشاهدين إلى فاصل ونستكمل محطاتنا ابقوا معنا